ايه يا حبيبي هتدور على حد مالك بتبكي ليه طيب يا يالفروة انت من مصر مين ابوك مين امك يا حبيبي ما تبكيش طيب امك بتعرف بيت ابوك فان انت والد حد من المهندزين بتاع مصر تحب العسلية تعال تعال حد العسلية يا عم كانت حاضر يا بنتي ودي بنتي مش عارف خدي يا حبيبي خدي اسمك ايه تجي معي الباب وهناك خلوهم يودوك لبوك تعال موسيقى برضو مش رادي تاكل شوية وبوية يجي ويرجعك لأهل كولي يا حبيبي ما تتكسيفش شكلك مؤذب وبن ناس انت بس لو تتكلم كول عشان خاطري ولا وكل انا مش عاشبك موسيقى طب قول لي نفسك في ايه موسيقى 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 اعمل لك شاي بلبل وبعدين والله ما عارف اعمل لك اه بس ايكش يكون ابوي والله ويعرف وانتور بمي عمي تتوحيد كويس انك جاتي خشي خشي ابوك كيفين يا زهرة جيت ما لقيتش حد شميهنا عمي تتوحيدين وقتين اللي جيتين فين الوضع يا زهرة اللي جيتو تايح في السوق عيمك خفت عليه جيتو هيني لحد ما ابوي امي يرجع انت تعرفيه يا عمتي ايوه عارف امي ناسو هنا من مصر طبع شغل عمك محمد الحمد لله ده طرع عليك اجنكم الحاج اروح اوديهولو اجمهاجي لا انا هروح بحدي يلا ده ساكت خالص مؤتب وزي الجم وكان بحبة مش عارفة ليه زهرة ما تبكيش تحكي لأمك ليه يا عم حتشند البالك لو عرفت انه تابع حد في شغل عمك محمد وانتي عارفاه ما تحكي لهاش وخلاص يلا يا ولدي السلام عليكم وعليكم السلام ده واحد غريب مش من اهل البلد يا حاج انه لله وانه ليه راجعون الحمد لله مش هو مناع لو ما حدش عرفه اتفنوه ما لقنا عن دوره على مين اذا ما كانش ده على صندوق في حاجات مهمة يا مناع لجيتم وهو دلوك عندي في البيت مع سي لجي فيه فين؟ مع زهرة لجيتم مع أخته زهرة عرفت حاجة؟ لا اتطمنوا فضى المولد يا محمد يا محمد روح بيتك ما فيش حاجة حصلة مناع حاسب الناس ومشيه واش صندوق؟ لجناه خلص يا مناع ما تسألش كتير روح وخلاص يلا وخطو عرفته لا بس جنبها حاس لا اله الا الله وهو فين دلوك جاعت جوا حطتلو ياكل بس هو زعلان عايز أبوه أخش هو لو كان أبو يستحمل كان جاني بدرة وخل الوال وهي بدرة تسكت ما تتفلم ما كنا نتجوز ودي ونطلق ودي وما حدش يقدر يفتح خشمه ما حدش زي التاني يا والدابوي اللي أخي تلتصرف من دماغه معلش ربك يسويه الغلط والميدالية أخرتها مصائب يا توحيد وأنا متعودتش عمري أخبي على حاجة أوقات من حد الضرورة يا والدابوي خشلو ممكن أدخل يا أستاذ باسم تفضل يا عم من شابه أباه ماصر كل اللي عبدي على شان بتاعي اللي خليها كسبت البيت وخرجت صحيت زيت نفس الوحدي وبابا وحاشه حبيبي أي حاجة تعوزها تقول لهم مك توحيد أنا عاوز بابا وعاوز أرجع مصر الخلط وهناك في شأنة ماما هتشوف بابا وهتسافر مصري وكل اللي انت عاوزه بس واحدة واحدة يا ولدي أنا هرتبلك كل حاجة انت دلوك راجل كبير ولازم تسمع كلام عمك اتفقنا؟ اتفقنا بس أشوف بابا حاضر يا ولدي هتشوفه discipl Madame وف incumbent من فيهم العيل الصغير اللي بتدور عليكم؟ هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاً الله يا خرمبي تكيهضبي جيبلي مدرسة؟ انت مش بتقول عيل صغي تاية؟ أيوة عيل واحد؟ معهم دول كل عيال التيهين من أصيود لعد SOAD لاجعهم له ديهم تكسب سواياه؟ ايه؟ يعني مش واسطيهم يا حاج؟ لا، لي جناه خلاص ماشي يا حاج، وموضوعي عملت في ايه؟ جواز السفر هيكون عندك جريب وهتحج الخير اللي عملته النهار ده ان شاء الله يدخلك الجنة حدفة رجع العيال الناس يا هضبي ماشي يا حاج مش هتقول لي خذك وروحت فين؟ بصي على بجالي عشر سنين محدش سألني كنت فين ولا رحت فين؟ يعني مش هتقولي دي اول حاجة وتاني حاجة لما يبقى اخويا الكبير هنا حسك ما يطلعش وما تصغرنيش قدامه عشان ما اعملش معاك حاجة تنتمي عليها طول عمرك انا لسه حدفة مكن انت اليان محدد مادرة ما تخليش اللي جوايا يطلع اخوانتوا كنتوا عتدوروا عليها في البحر ايه دي انت كمان عترك بينا يا مادرة ايه واركت واي حتة هتروح هتلاقي يعني ايه كنتوا عتدوروا عليها في الميا صندوق جديم صندوق؟ ايه جوايا وارك مهم وارك مهم وارك مهم وارك مهم وارك مهم وحيشة جدتين كلها في المنظرة الجديمة اللي هدها وانت غاية هدها هدها هو حر وانت ليه مش حر؟ بدرها هتسكت ولا لا؟ ايه اتعد دوروا عليها في الميا وارك حسابات جديمة موسيقى موسيقى موسيقى